هو مش مجرد قصة نجاح اظن كلنا عارفين الاساطير الاغرقية يعني ان هناك بطل او بطلة تفوق كل التوقعات البشرية ده انا بتكلم بجد دون اي مبالغة دي الاساطير الاغرقية الشهيرة دايما كده اللي احنا نشوفها افلام نقرها في الكتب حاجات زي كده يعني ونظن انه لا اصلا للأسطورة انا من الناس اللي المقتنع بانه الاسطورة فيها شيء من الواقع والحياة بفطنة مش اسطورة اغرقية على الاطلاق قد يكتب عليها بعد الف سنة باعتبرها اسطورة مصرية بقى بس في الحالة دي ومع وجود التكنولوجيا مش اسطورة واقع ملموس دكتور فادي عبد الجواد اول طبيبة صناء او كانت صناء في العالم في العالم حرفيا اهلا 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 ويا بغتي اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف اهلا بالسادة المشاهدين الموضوع مش بالصعوبة ولا بالاستحالة ولا اسطورة ولا حاجة يعني الرحلة كانت ممتعة جدا وجميلة جدا يعني لو انا اخترت مش هختار الى نفس القصة كنت سعيدة جدا بفترة الصمم اللي عشتها حوالي تلاتة وتلاتين سنة زي ما كنت سعيدة بعودة السمع ليا بعد تلاتة وتلاتين سنة في اوزن وبعد واحد واربين سنة في اوزن اخرى لان فعلا فترة الصمم اعلمتني حاجات كتيرة دروس وعبر كتيرة ما كنتش هتعلمها من غير ما افكد سمعي يعني الصمم نفسه كان درس وكان منحة الهية بالنسبة لي ممكن يعني حاجات صعبة جدا جدا تعلمك حاجات جميلة جدا الصمم علمني يعني ازاي اشوف من وسط العتمة دوق ازاي الصمت والصمم يكون قوي وصاخب ومحافظ لزاج صاخب صاخب رغم الصمم والصمت كان فعلا صاخب صاخب بداخلي كان بداخلي فوران فوران فاخرج افضل ما عندي عشت حياة حافلة بالتحديات والصعوبات والانجازات كنت كل يوم بحاول اني اولد من جديد كل يوم مهما كان ما يحدث في هذا اليوم من مشاكل وعقبات وتحديات كل يوم كنت ابدأ من جديد اي صعوبات كنت اقرميها ورا دهر ما كنتش اشيلها على دهري كنت اقرميها ورا دهري او احطها تحت قدميه واتفع عليها فالحمد لله يعني زي ما تقول كده ربنا سبحانه وتعالى بيعطي البلاء على قدر التحمل ربنا سبحانه وتعالى لو كلفنا بحاجة فهو بيكفلنا ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش سمرة على غصن ما يقدرش يشالها فالحمد لله من قبله ومن بعده وانا حابة الاخص يعني حددتي علشان السادة المشاهدين يفهموها انا ما اتولدتش سماء اتولدت طفلة طبيعية شقية جدا بتحب العلم والتعليم بتحب المدرسة بتحب الانشطة الرأسي والتمثيل والجنباز والباليه في سن 11 سنة فجأة كده اصبت بحمة شوكية كان نتيجتها فقدان كامل السمع في الأزنين اصبحت سماء تماما وبعد الموسيقى والغناء والهيسة والتصفيق اللي كنت بسمعه في كل حدة بقيت سجينة في عالم الصمت والصمم كانت فترة مؤلمة جدا بفضل الله يعني ما استمرشش الا ايام قليلة ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بحالة من الهدوء النفسي او بحالة من السلام النفسي كنت دايما بحب افكر واعتمع نفسي قلت طب وبعضين انا حاود عيات وتنرفز واقعد اكسر في الكبيات كده علشان احاول اسمع اي صوت الصوت اللي كان بيزعرني قبل كده وبدايق منه كنت بدور على اي صوت اسمعه فالحمد الله من قبله ومن بعد يعني استعداجي لنفسي اني لازم اسند نفسي واني لازم اتحرك عشان اساعد نفسي وعشان افضل مصدر للفخر والاعجاب كنت متعودة على الاعجاب في قسرجي وفي قريبي الدكتورة المستقبل اللي بتمثل وتغني وتعمل عماية فرفضت نفسيا تماما اني اكون مصدر اشفاق او رسال فكان لازم احافظ على هذا التفوق كان العلم هو وسيلت في الفترة جيه برضو بعد متحان الشهادة الابتدائية وانا عملي 11 سنة اكتشفت بالصدفة طريقة للتواصل مع الناس كنت في حالة صمت اللي عايز مني حاجة كان يكتبها لي فكنت انا برد عليه بالكتابة لحد ما لأطباء حزار والجي انه ممكن انسى الكلام انا لم افقد القدرة على الكلام ابدا فقدت القدرة على السمع تماما في الاظنين فاكتشفت طريقة للتواصل مع الناس بقراءة حركة الشفاء بالصدفة كده وانا مع البدية قدام التلفزيون لقيت حركة الشفاء بتتوافق مع الحوار اللي انا حفظها كانت الافلام قليلة العدد وبيعد ازاعتها فكنا بنحفظ الحوار فامسكت بالخدة واتبقى وقعدت اذاكر قراءة حركة الشفاء في فترة الاجازة بين الابتدائية وقلعداتي من غير مدرب وسط الاسرة من غير مدرب والدي اللي يرحمه كان مدربي واخواتي كان المدربين بتوعي يمسكوا كتاب او جورنال يعودوا يكلموني منه وانا ارحركة الشفاء فهم لو معرفش يخلوني اغش ويكلموا تاني فطبعا وانا كنت متحمسة جدا ما صدقت ان في وسيلة خليني اتواصل مع الناس دخلت مدرسة غمر الاعدادية العادية مش مدرسة للصوم ولا حاجة وحفظت على تفوقي طول الثلاث سنين وكنت الاولى على مدرسة في الشهادة الاعدادية بمجموعة 96% والتحقت برضو بمدرسة العباسية السنوية وكنت الاولى في جميع الصفوف والاولى على فصل المتفوقات وحصلت على 98% في السنوية العامة